ليست هي المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة أزمة الوثائق السرية أزمة يبدو أنها باتت أداة الإصراع بين الخصمين التاريخيين الحزب الجمهوري والديمقراطي في آخر تطور في قضية الوثائق السرية أعلن البيت الأبيض العثورة على خمس صفحات إضافية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في والمينغتون في ديلاور بعضها كان في مرآبه أثناء الإشرافية على إحالة مجموعة أولى من المستندات إلى القضاء خمس صفحات تضاف بدورها إلى وثائق أخرى عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكتب بايدن السابق في واشنطن وسلمت إلى القضاء مع الإشارة إلى أن الوثائق تلك مرتبطة بفترة تولي بايدن مهامة كنائب للرئيس الأمريكي باراك أوباما يحاول فريق بايدن الإحاءة بأن الحدث ليس سوى قلة انتباه بمحاولة لتخفيف من وطأته إلا أن الجمهوريين لن يقبلوا هذه الرواية ولن يتبنوها خاصة وأن سلف بايدن دونالد ترامب يواجه الاتهامات ذاتها الحزب الجمهوري تلقف القضية يحاول منحها بعدا سياسيا وجنائيا على غرار ما فعله الحزب الديمقراطي زاء أزمة الوثائق التي عثر عليها في حوزة الرئيس السابق دونالد ترامب قانون الرئيسان بايدن وترامب ارتكبا مخالفات إذ يلزم قانون صادر عام 1978 يلزم الرؤساء المركيين ونوابهم بإحالة كل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم منصبهم ليكون ذلك الأرشيف الوطني ووزارة العدل القيمين على المستندات والحمين لها قضية وثائق بايدن تخذت مسارا صعبا بالنسبة للرئيس خاصة بعد أن تم تعين مدع عام للتحقيق وسط نداءة تطالب الكونغرس بتحقيق مع بايدن بتهمة إيساءة التعامل مع وثائق رسمية الآن المطالبات الجمهورية ستؤدي بدورها إلى تعقيد ملف وثائق ترامب وسط اتهامات مماثلة ما قد يدفع الرئيسان إلى مصير مشابه غير أن بايدن الطامح إلى ولاية رئاسية ثانية قد لا يجد طريقه معبدا لذلك لنقاش أبعاد هذه التطورات من نيويورك ينضم لنا الخبير في الشؤون القانونية سيد دوغ بيرنز أهلا بك معنا سيد دوغ إلى هذه الساعة على سكاي نيوز عربية ويبدو أن ما يحدث هو في إطار لعبة التصيد المعلومة بين الجمهوريين والديمقراطيين في السياسة الداخلية الأمريكية ولكن هذه المرة برأيك إلى أين يمكن أن تصل تحركات الجمهوريين؟ خاصة وأننا نتحدث عن وثائق سرية لإدارة حالية كانت بحوزة الرئيس عندما كان نائما لباراك أوباما قبل سنوات يعني ما أبعاد هذا التحرك وأين يمكن أن يصل حتى؟ الأمر طبعا يعود إلى ست سنوات في الوقت الذي كان فيه الرئيس الحالي نائبا للرئيس ويبدو بأنه قد نقل وثائق سرية وكانت في حوزته منذ ذلك الوقت لذلك طبعا هذا الوضع غير عادي في السياسة الأمريكية لأن لدينا الرئيس السابق ترامب والرئيس الحالي الآن يتعرضان للتحقيق لنفس الاتهامات وهي عدم التعامل مع وثائق سرية حين خروجهم من وظيفتهم بطريقة ملائمة ولكن طبعا كان ينبغي إعادة تلك الأوراق إلى الأرشيف الوطني منهما جميعا إذن هناك أمور قانونية وأيضا هناك سياسي فقانونيا هناك طبعا لجنتان تنظران في هذا الأمر نيابة على وزارة العدل وسنرى ما سيحدث قضائيا وسياسيا كما قلت فإن كل طرف يحاول قبل الحديث عن الشق السياسي اسمح لي بالمقاطعة سيد برنز قانونيا أين يمكن أن تصل تحركات الجمهوريين هذا اهتجاه الرئيس بايدن هذا مثير للاهتمام لأن الناس يقولون إنه ربما ستكون هناك اتهامات تأتي قريبا ضد الرئيس السابق ترامب ولكن الآن هناك تحقيقات مع جوزيف بايدن الرئيس الحالي وردا على سؤالك لا أعتقد أن أحدهما ستتم توجيه اتهامات إليه اتهامات جنائية بسبب سوء تعاملهم مع الوثائق السرية أعتقد أن اللجنتين ستواصلان عملهما ولكن في نهاية المطاف لن تكون هناك اتهامات هذا توقعي وطبعا ليس لدي كرة باللورية ولكن هذا شعوري هذا في الشق القانوني الأبعاد السياسية اليوم أن الجمهوريين هم قادمون هذه المرة بأهداف واضحة فتح عدد من التحقيقات المتعلقة بالإدارة الديمقراطية للرئيس بايدن ما يتعلق بالوثائق هذه ليس إلا بداية هناك مسألة الإنفاق هناك مسألة ما يتعلق بعلاقة ابن الرئيس كذلك بالرئيس الأوكراني فلودمار زيلنسكي إلى أي درجة ستنعكس تحركات الجمهوريين هذه على إدارة بايدن وربما حتى تخلط من أولوياتها في هذه المرحلة هذا سؤال وجيه جدا فالآن مع مجلس النواب والذي يسيطر عليه الجمهوريون فإن الجميع يتوقعون أنهم سيقيمون العديد من جلسات الاستماع كما فعل الديمقراطيون ضد ترامب حين كانوا لديهم السيطرة في المجلس الجمهوريون بتأكيد سيلحقون هانتر بايدن ودور الاف بي اي مثلا في العمل مع مواقع التواصل الاجتماعي ولكن بالنظر بعيدا إلى القضية ما هو مثير للاهتمام هو أن هذا ربما سينتهي بوضع حيث أن جو بايدن لا يترشح مرة أخرى ودونالد ترامب أيضا لن يترشح هذا محتمل أنا لا أقول أن هذا سيحدث ولكن هذا احتمال وأعتقد أن الشعب الأمريكي ربما سيرون أو فهناك استطاعات الرأي وربما الشعب سيشعر بأنه ينبغي التقدم إلى الأمام إلى جيل جديد من المرشحين في 2024 الشعب يشعر أنه يجب التقدم إلى الأمام هذا مستقبلا في الانتخابات الرئاسية بعد قرابة عامين من الآن ولكن ما يحدث الآن من مشاكسات جمهورية وديمقراطية كيفين مكارث اليوم قال إنه يرغب بلقاء بايدن لتقليل الإنفاق أو التحدث حتى عن ميزانيات الإنفاق ونتحدث عن ملاحقات قانونية بين الطرفين إلى أي درجة كل هذه المعطيات الآن في هذا الوقت في هذه المرحلة أصبحت تهز ثقة الأمريكيين بالإدارة الحالية الإدارة الديمقراطية بكل تأكيد إنها تهز ثقة أنا أتفق معك لكن لقد ذكرت نقطة وجيهة وهي أن هذا التطور الجديد مع المعلومات السرية ومع الطرفين وهما يقاتلان بشدة وربما سيكون هناك شيء إيجابي كيكون نتيجة لهذا وربما بايدن سيعمل طبعا مع قيادة مجلس النواب الحالية طبعا هذا حدث في الماضي بالعودة إلى رونالد ريغان وأيضا نيوت جانغريت وبيل كلينتون حين عمل معا فإذا نأمل بأن كل هذا الصراع سيقلل أو سيخف والجانبان سيعملان معا ولكن ليس واضحا بأن هذا سيحدث فسنرى كيف ستتطور الأمور الآن مع وجود كيفين مكارثي كرئيس لمجلس النواب والآن مع طبعا الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سنرى إذا كان مجلس النواب لدى حزب والرئيس طبعا من حزب آخر هذا ربما شيء جيد لأن عليهم أن يعمل معا من نيويورك الخبير في أشعون القلونية سيد دوغ بيرنس شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات